فتح شوفوا شوفوا بيرقوا زويدة ركسوكوا مشاهدين أمساء الخير نحييكم في حلقة جديدة على الهواء كل عام وأنتم بخير إن شاء الله يكون كل الناس احتفلت بشم النسيم بتفتح الظهور بتفتح الربيع وبداياته ويكون إن شاء الله الأيام القادمة كلها أيام بهجة وسعادة لكل المصريين خاصة عيد الربيع زي ما أقول لكم يعني من أهم وأشهر فصول السنة في حياة المصريين ودايما التقص الجيد فيه يعني يميل إليه المصريون إلى حد التغني زي ما أنتوا شايفين وبنسبة تغني أنا كنت لسه بتكلم حتى مع زملائي شوفوا الأغاني أنا متذكر جدا لأن أنا من مدرسة روزا اليوسف اللي أحد أعمدتها المبدع الراحل صلاح جهين فلما كتب هذه الأغاني وكتب الأفلام المتعلقة بخلي بالك من زوزو وأميرة حبي أنا وبدأ يكتب لسعاد حسن الأفلام اللي يمكن أنها تتاخد فيه اتجاهات تجمع ما بين الاستراحة وتوصيل أفكار يعني فشن عليه المثقفون هجوما كبيرا أدى إلى اكتئابه إلى حد أن يعني ربما يكون يعني من أسباب هذا الاكتئاب اللي أصابته حاجات كتير يعني منها ناكست 67 ومنها أيضا هجوم بعض المثقفين عليه اللي اتهموا يعني بقى صلاح من الأغاني الوطنية العظيمة اللي خلدت اسمك إلى في النهاية بمبي وزوزو وهذه الأغاني التفها يعني هكذا وصفوها يعني لكن ظلت باقية لما بنبحث عن حنحتفل في شام النسين بإيه ما تلاقيش إلا صلاح جهين وسعاد حسني ولا تجد إلا يعني هذه الأغاني اللي بتعبر عن تفتح الحياة وفشلنا حتى أن تكون فيه أغاني ممثلة أو تكون فيه يعني أفكار ممثلة يعني لا يرحمه صلاح جهين ويعني أعتقد أن كل الذين هجموا من بينهم أحياء الآن يعني يعني يكونوا بقى أعادوا النظر من الذي يبقى في النهاية يعني العمل الجيد بيبقى ولا يمكن أبدا أن يكون تفها ويعيش بهذا الشكل شام النسين أول ملمح بيتجي إليه الناس ترجمة نانسي قنقر